أشغاري وصغيراتي مرحبا بكم في درس جديد استعمال المسطرة لنفهم ونطبق نكمل رسم أماكن وقوف السيارات بواسطة المسطرة إذن لحظوا معي شوفوا معي كيف نستعمل المسطرة أولا نحط المسطرة فوق الخط المتقطع حتى يعطينا خط مستوين نجيب المسطرة ونلوزها بشوية حتى نوصله لهناية من بعد عاوة ثانية نجيب الخط الآخر بنفس الطريقة لاحظوا نحط المسطرة ونمر القلام بالطريقة هذه كذلك هذا الشيء الآخر نبركشف على المسطرة باش ما تفلتناش من يدينا بنفس الطريقة واحدوا جيدا نقدم زيان المسطرة مع الخطوط المتقطعة بعد نكملو التستار ديال هاد خطوط هادو نفس الشيء ثم نفس الشيء ايضا نقدو المسطرة مزيان ايضا بنفس الطريقة لاحظوا معي ثم ايضا نقدو المسطرة مزيان نفس الشيء ايضا نقدوها مزيان ايضا لاحظوا جيدا نشوفوا معي كيفاش كان نحط المسطرة حتى كنت تساوها مع الخطوط المتقطعة ومن بعد نمرر القلم نمرر القلم نفس الشيء نفس الشيء لاحظوا السؤال الاول في التمرين الاول اصلوا كل حيوان بطعامه باستعمال المسطرة يعني نستعملوا المسطرة ونصل كل حيوان كل حيوان ندوه للطعام دياله اذا نبدو بالارنب شنوك يأكل الارنب يأكلوا الجزار وندو الارنب حيوان ثم نجيو الكلب شوفوا معي فنحطوا المسطرة ما بين هاد النقطة وهاد النقطة خصوم يكونوا تكون مستقيم يعني كتدوز في مستقيم واحد ونأخذوا القلم وندو لهذه النقطة ثم هاد الحاشرة هادية غادي ندوها للوردة بنفس الطريقة نلاحظوا هاد النقطة مع هاد النقطة كيجيو في خط مستقيم كيجيو على خط واحد ثم التمرين الثاني أربطوا الأدوات المدرسية بالمقلمة بخط مستقيم يعني الأدوات المدرسية غادي ندوهم لمقلمة كل الممحات ثم مسترى خشبية ثم قلم ملون والمنجرة الكرة مع الساعة ما دخلينش في الأدوات المدرسية إذن غادي نبدأوا لاحظوا جيدا حطوا المسترى حتى كتكون هاد النقطة متساوية مع هاد النقطة وكنديروا القلمة نفس الشيء بالنسبة لي هاد الملون الأحمر أيضا المنجرة ثم المسترى الخشبية ثم التمرين الثالث يقول أرسم خطا مستقيميا بين النقطتين واحد واثنان بباسطة المسترى إذن غادي ناخد المسترى وغادي نديرو نقطة واحد واثنان في خط مستقيم لاحظوا معي وغادي نرسمو بالطريقة سؤال الثاني هل يمر هذا الخط من نقطة أخرى وش كي يمر مشي نقطة أخرى من غير واحد جوج إذن هذا الخط لا يمر من نقطة أخرى غادي من نقطة واحد لنقطة جوج وما داشت لحت نقطة فهذه النقطة أثبت تعلماتي لرسم مستقيمي نستعمل المسترى طيب نستعمله المسترى فيما نجنب تمرين الأول والثاني والثالث مستقيم مائل مائل مستقيم أفوقي يعني غادي أفوقي ومستقيم عمودي لاحظوا معي هذا المستقيم عمودي مسترات باللغة الفرنسية لا غاقل مستقيم ينضغوط مائل أبليك أفوقي لهذا مستقيم أفوقي أوريزونطال عمودي مستقيم عمودي عمودي الرابع أكمل رسم الخطوط العمودية والمائلة بواسطة المسترة الخطوط المائلة هي هذه قدر أرسمهم بالمسترة لاحظوا معي ثم المائلة دائما أيضا نحظوا معي خامسا أكمل رسم الأشعة بواسطة المسترة نكمل هذه الأشعة بواسطة المسترة نخصنا فقط نتحكمه في المسترة ونرسمها هذه الأشعة ثم أيضا التمرين السادس ولاحظوا السلم واحد ثم أحدد الأخطاء التي ارتكبها عليون في الشكل الثاني وأعيد رسم السلم بواسطة المسترة يعني هذا السلم ماذا بغير عاود يرسمه علي ولكن ما عرفش هو يغلط فنحن أريد أن نحدد الأخطاء ونبعد أريد أن نصحها فالأخطاء اللي دارها فهالدرجة هذه ما رسمهاش مقدة يعني هذا هذا خطأ أيضا هالدرجة هذه فنحن ندربه على هذا السلم هذا بالمسترة كيف مدرنا قبيلة ونرسمه هذه الخطوطة ثم نصحه العالي نرسمه هذا الخط وهذا الخط وبعد نرسمه هذا ونحصله على السلم الشكل الأول التمرين السابع ولاحظوا النموذج هذا نموذج هذا الشكل واحد ثم أحيط الأخطاء في الشكل الثاني في الشكل الثاني وأعيد رسم الشكل بواسطة المسترة يعني الأخطاء لكينا شوفوا لحظة معاية الشكل هذه كلها خطوط مستقيمة من المسترة كنا نرسمها فهذا كان خطأ إذن عندنا هذا الخطأ وأيضا هذا الخطأ فقد ناخد المسترة بنفس الطريقة كيفما قلنا قبيلة جاءemente بأخط المستخدمة من هنا مسترة successive الثاني من هنا الثاني من هنا من هنا من هنا من هنا حتى من هنا وativos ثم من هنا لله وقد نحصل إلى هذا الشكل سوف نعوده و نحصله إلى هذا الشكل التمرين الثامن كميل رسم وتلوين المربعين والمثلجين لدينا المذللات الأخضر طبيعة الحال بالمصطرة سوف نكمل الرسم دياله بعد ما كملناه بالمصطرة دي اللونه ثم المثلت الأزرع بعد ما رسمناه و دي اللونه ثم المربع البورتقالي لاحظوا بالمصطرة سوف نعود الرسمات الخط و من بعد اللونه ثم المربع بعد ما كمل رسمه و دي اللونه يعني فقط باش نتحكمه في المصطرة سوف نحاوله ناخده تشطر المنزل و نرسمه خطوط بزاف دير الاختراس و ندير واحد النقطة و نعود الرسمه و ندير نقطة أخرى و نرسمه مستقيم كي يمر من هذه النقطتين هكا غدي نتعلمه و نسطره بطريقة صحيحة التمرين التاسع اكمل رسمه و تلوين العالم الوطني يعني غدي نرسمه العالم الوطني لاحظوا معي غدي نرسمه أولا النجمة إذا بعد ما كملنا الرسم ديال النجمة غدي نلونها بالأخضر ثم بالأحمر غدي نخليكم انتم تكملوا تلوين ديالها غدي نمشيوا لتمرين رقم عشرة أصلوا الأعداد مرتبتا تصاعدين باستعمال المصطرة غدي ناخده دائما للمصطرة غدي نصيله ما بين النقطة واحد اللي هو العدد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة و غدي نحصله على هذا الشكل هذا سأعيد مرة أخرى يعني باش نتعلمه نستروا بالمصطرة غدي ناخده تفطر المنزيل ندروا نقطة و نعود ندروا واحد نقطة و نحاول ندوزوا منهم واحد الخط المستقيمي و نستعملوا المصطرة مرارا وتكرارا و نستطروا بها خطوط كثيرة حتى نتعلم و نستطروا نحن تقليل